لحوافة ومساء الخير لكل الشباب والصبايا وينما كنتوا عم تتابعونا بالتأكيد طالعين اليوم لحتى نحكي بالمقابلة الصحفية اللي صارت مع رئيس طيار وطن الحر الوزير جبران بسيل بغض النظر إذا كنت بتحبه أو بتكرهه إذا كنت بتحقد عليه أو بتتضامن معه وبغض النظر عن كل المساوئ يلي السياسيين في لبنان بيتمتعوا فيها خاصة هذه المنظومة الفاسدة يلي على طول بتنطر بمجرد ما يطلع يحكي حيالا كلمة بتلاقي الهجوم صار عليه إن كنت معه أو ضده هناك شيء في هذا الرجل اللي هو رجل دولي بامتياز حتى إثبات العكس من قبل الذين بيتهجموا عليه ويلي ما عندهم غير النميمة وغير الإشاعة واليوم عملت قصيدة عن النميمة والإشاعة اللي بتصير بلبنان وكلنا بنعرف إنه تقريباً يعني هي قبل ولكن من 17 عشرين 2019 هذه المنظومة العاطلة الفاسدة جمعت حالها وجمعت قواها لحتى تقضي على جبران باسيل لأنه هو يعتبر استمرارية لمدرسة ميشيل عون على هيدا الأساس ما خلوا بقوا عليه وحاولوا يغتلوا سياسياً ولكنه مثل طير الفنيق بيرجع بيقوم من تحت الأنقاض هون كمان فيه أشخاص يلي الأشخاص اللي كانوا عونية وبطلوا عونية مش مشكلة يعني كل الأحزاب ناس بتبقى فيها وناس بتروح عنا ناس بتكون لمصالحها الشخصية ما قدرت أمنتها أو ما قدرت استمرت بتأمين هذه المصالح الشخصية تظهر من الطيار الوطن الحور مش مشكلة بس بيرجع بفوت كتار بدلون بس يلي بقول انه مثلاً انه ليش هالقدة بتحكوا عن جبران هل في شي من كل السياسيين اللي بيكرهوه ولي بيحقدوا عليه ويلي بينتقدوه على ولا شي ويلي بيطلعوا إشاعات وبيحاولوا يغتلوه سياسياً هل هن برهنوا انه أفضل منه؟ هل برهنوا هن مثلاً مثل القصة ما يحكى عن المارونية السياسية مع انه هايدي العبارة منا موجودة كلكم تعرفوا قبل الطايف لبنان قبل حرب 45 لبنان كان عم بيصير من مصاف الدول المتطورة وكان من أهم الدول بالمنطقة لا بل أهمة لهيدي الدول وإذا بنعمل فرق بين ما قبل الطايف وبعد الطايف منلاقي الفرق كتير كبير وكتير شاسع بين زهنية وعقلية حاولت تقدم للشعب اللبناني الحضارة وتخليه يرتقي على مستوى الشعوب الحضارية والشعوب اللي بتكون فوق سطح الأرض رجعوا بعض الطايف نزلونا لقبل العصر الجاهلي يعني لقبل ما يكتشف الإنسان اللغة حتى للأسف بس هوني مش المارونية السياسية ما في شي اسمه مارونية السياسية ليه لأنه رئيس الجمهورية قبل الطايف يلي كان بيتمتع بصلاحيات ملك صلاحيات امبراطور ما كان يستعملها ولا مرة وبتحدى حيال لحدا يقل لي وين رئيس الجمهورية اللبناني المسيح الماروني استعمل أي صلاحية بتخالف إرادة رئيس الحكوم السنة أو رئيس مجلس النواب الشيعي مع أنه صلاحياته كانت تفرض عليه يقدر يستعملها من دون أي عائق ومن دون ما حدا يقل له يا محل الكحل بعينك لأنه هي صلاحياته فإذا المارونية السياسية كلمة مبهبطة علي أطلقوها لحتى يعملوا حجة لحتى يستلموا البلد ويخربوه شوفوا من بعد التسعين شو صار من عرف بلبنان وشوفوا من بعد التسعين أنه هذه الطبقة يلي اجت على أنقاض فكرة هني مشايعينة اسمها المارونية السياسية ما عملوا أحلى من المارونية السياسية لبرجعوه متل ما قلت للعصور ما قبل التاريخ وهيك عم بيحاول جبران بسيل لأنه هني بعقلهم هالمطبخ اللي بيطلع الإشاعات بعقلهم أنه جبران بسيل أو ميشيل عون هني بيعتبرون استمرارية للمارونية السياسية مع أنه ميشيل عون بعيد كل البعد عن كل شيء اسمه طائفة ومذهبة ودينة بل هو يلي نادى بالدولة المدنية ولكن للأسف بعد بعقولهم من نبيه بر وجر بعد بعقولهم هالمطابخ وانتبهوا في زعماء مسيحيين ما هني من أهل الزمة ماشيين بنفس الخط طبع نبيه بر وغيره بس لأنه هني بدهم ياخدوا الشارع المسيحي مطرح ما هني بيعتبروا أنه صحيح لهالسبب نلاقي الهجوم عليه لجبران لحتى ما يسد هني بعقلهم الباطنة ما بدهم شيء اسمه المارونية السياسية يلي كان أصلا ما كانت لأنه مثل ما سبق وشرحت بأول فيديو ولكن قبل ما فوت بهالجوء هيدا وقبل ما تفوت بتفاصيل هيدا اللايف يعني لفتني كيف البرغش الإلكتروني تبحث بالقوات اللبنانية عم ينتقدوا زيارة الوزير جبران باسيل لتقديم واجبة تعزية لقائد الجيش لعماد جوزيف عون بوفاة والدته الله يرحمه يعني أولا جبران باسيل رجل دولة وطنيسية دي لبناني وقائد الجيش هو قائد الجيش اللبناني توفت والدته أقل شيء من الواجب قبل السياسي وقبل كل شيء أقل شيء الواجب أنه يحتم على الشخصية اللبنانية أو الرجل الدولي اللبناني روح يعز قائد الجيش اللبناني بس مش مثل سمير جعجع يلي راح عزة مين عزة بباسل الأسد باللدقية فوق يعني بسوريا عزة محتل يلي كان هو عم بيقله اعرف عدوك السوري عدوك وما حدا فتحتمه مع أنه هو كان شريكه للسوري وأنا ما يعني ما بعارض الزيارة اللي عملها سمير جعجع على يعزة بالإرداحة لأنه عم بيطلع يعزة معلمه يلي كان هو شريكه ب13-20-1990 مش شريكه نتذكر العميد دوبا وقت اللي وصل على أسر بعبدة ب13-20 وكان بعده حزب سمير جعجع عم بيقصف على بعبدة قال لن قلول له له الأحمر أنه وقفه سوريا يعني بعد التعبير بس هو هيك قال قلول له له الأحمر أنه وصلنا على بعبدة يخليه وقف الأسف فكمان مش شريك يعني هو مأمور على كل حال هاي دي من صخرية الأكدر ولكن هون في نقطة كتير مهمة كمان في كتير ناس بيقولولي طيب ليش ما بتتفقوا مع بعضكم يعني مش نحنا مش أنا أنا ما خصنا على المستوى السياسي ليه ما بيتفقوا الأحزاب المسيحية ببعضهم لك يا خي ما في مشكلة ما هو سمير جعجع وليه بدلكم تحكوا بها دا الموضوع طيب سمير جعجع كل ما طل تطلع له كل ما يطلع يعمل مؤتمر صحفي كل ما يحكي بها يلا شغلي إذا بدوا يرد على السيد حسن نصر الله بيطلع بهوش على جبران إذا بدوا يرد على نبيه بره مع أنه ما بيسترجي يرد عليه مباشرة لأنه هوني شركة من تحت الطاولة أو كمان مأمور فينا نعتبر لأنه هوني بنفس البوطة يلي مغطينا الأمريكان بتلاقيه بيهجم على جبران إذا بدوا يحكي عن فارس السعيد بيطلع بيحكي عن جبران وليك صبح ظهر عشية وكل ما إجا لينام وكل ما بس يوعى بوجه ستريدة ما بعرف إذا كمان بيوعى بس يوعى بوجه ستريدة بإلا جبران بسيل خفوا ما بقى جيبوا سيرة الطيار الوطن الحر ما بقى جيبوا سيرة جبران بسيل يعملوا أفضل منه ساعتها كل حد سلوا حديث أو اللي بتتهموا في الدعو عليه عن جد يعني المسخرة ما بقى تنحمل يعني هايدي الطريقة السياسية في لبنان بفهم أنا بتفهم إنه السياسيين بأغلبهم هني خضعين لقوامر خارجية مشان هيك بدي أقللون يلي يضلوا يسألوني طيب ليش ما بيتفقوا مع بعضهم لأقلكن ليه لأنه مشيل عون و جبران بسيل هني رجال سياديين وطنيين ما عندهم أي مفارق خارج الحدود اللبنانية ولكن سمير جعجع ووليد جنبلاد ونجيب ميقاتي ونبيه بره وكل هايدي المنظوم الفاسدة ما هو اللي بيقتمروا بالخارج يعني وبتصريحهم إنه بتصريحهم العلنة وإلا ليش الأمريكان بس يجوا على لبنان بيزوروا نبيه بره مع إنه نبيه بره هو بيقول عن حاله الحليف الأول للمقاومة وما فينا نفصل بين حركة أمل وبين التوم حركة أمل وحزب الله بينما منلاقي الأمريكان بيروح بيزوروا لنبيه بره عادي بس جبران بسيل مش لأنه العقوبات مش لأنه هو حليف المقاومة لا لأنه لو حليف المقاومة كان الأجدى بالأمريكان يعمل عقوبات على نبيه بره يلي هو اللي ما فيكن تقشر الضفر عن اللحم ما هو هيك بيقول عن حاله فإذن العقوبات على جبران بسيل ما إلا علاقة بشكل مباشر بموضوع المقاومة إلا علاقة بشغل تاني كليا كليا ليه لأنه جبران بسيل وميشيل عون ما بيقدروا الأمريكان يقرروا أو يبلغون الأرار وينفزوا بينما البقين الأمريكان بيقولوا لهم شو بدون يعملوا وهن من جوا بيرعونوا المصالح الأمريكان لهذا السبب هيدا السبب الرئيسي والجوهري لحتى أطلقت العقوبات على الوزير جبران بسيل ولحتى بيكرهوا ميشيل عون وبيكرهوا جبران بسيل وإلا إذا هو حليف المقاومة على هيدا الأساس أخذ العقوبات ليش نبيه بره يلي هو حليف مقاومة الأول ليش ليمان فرنجي يلي هو حليف كمان بيعتبر حاله المقاومة وهو اللي ما بيطعم بالظهر ليش هني مع ليمان عقوبات هيدا هو التفسير البسيط هيدا الكره الأعمى والحقد والنكد يلي لاحق هيدا الشخصية وعلى هالأساس سمعته المقابلة الصحفية اللي عملها مبارح طيب هل فيه الواحد يغبر على الكلام اللي بيحكيه هلأ بيطلع لي حدا أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب طيب ما هو جبران بسيل عم بيحاول بيشتى الطرق أنه ينفذ يلي عم بيقوله ومنحنا بنعرف كيف المعرقلين ومين عم يعرقل هذه الأمور حتى وصلوا أنه يدخلوا أمريكا بالعقوبات على جبران بسيل لأنه ما بيرد على التليفون هو وفخامة الجبل عاكل حرة هفوت بهذه التفاصيل بس لفتني اليوم تصريح طبعا لجنوب إفريقيا يلي عملته وشي يعني شي بيشرف وشي بيخلي العرب يخجلوا من نفسهم إذا بيحسوا بالخجل بس ما بفتكر بيحسوا بالخجل وهون لما نجيب سيرة العرب يعني بيجوا بيقلولنا بعض الأشخاص تب ما أنتوا عرب لا لا لاحظة شوية نحنا عربنا نحنا مش عرب نحنا الشعوب الأصيلة بمنطقة المشري احتلينا تم احتلالنا وعربنا مشان هيك ما عم نحكي عربي مش مشان شي تاني يعني وبغض النظر عن أنه الأرامي والسرياني متداخل بلغتنا وفيه أكتر من 60% تعابير باللهجة اللبنانية وحتى باللهجة بعض المناطق بسوريا بعضهم بالأرامي والسرياني داخل فيها وحتى 90% من أسماء المدن والقرى والمناطق اللبنانية بعدها بالسرياني أو بالأرامي فنحنا عربنا ونحنا مش لأنه فينيئية أو خبريات هيدة اللي بيحكوها أنه لأنه فينيئية والفنيئية والكنعانيين هن عرب ومدرشوه هن من فهمين التاريخ كله سوا لأنه الشعوب يلي اجت من اليمن كانت جاي من أفريقيا وكان بساج كانت شبش تزيل العربية لألا مجرد ما مر لحتى اجوا على مناطقنا علما أنه في قسم كبير من الكنعانيين جاي من شمال المنطقة يعني من شمال منطقتنا يعني من وراء الكستنطينية اللي صارت هلأ تركيا ومن هالمناطق هيدة على كل حال ما بدي يفوت بهيدا الجدل العقيم لأنه شو ما حكينا مرح يفهمون تقول له للعربي يا خي الأرض مدورة وكروية بيضوية الشكل بيقول لك لا أمسطحها يعني بني صهيون بالدنيا أنه يضلو هو ونفكر أنه الأرض مسطح لأنه بعدهم لهلأ يعني نتيجة اللي صار بغزة بعدهم لهلأ بعدهم مختلفين إذا تزقيف حلال والله حرام شو بدكم من شعب هاي شو بدوا يطلع منه يعني ما رح يطلع منه شي والدليل اليوم يعيب الشوم عليهم شفنا جنوب إفريقيا اللي ما قصب العرب كليا عم بتقاتل على جبهة حقوق الإنسان وعم بتروح على محكمة العدل بلاهاي لحتى الدين هذا الكيان الإسرائيلي على غطرسته على عربته ضد الإنسانية بس لفتني هون بنواجه تحية لرئيس جنوب إفريقيا ولكل المحامين وكل الممثلين لدولة جنوب إفريقيا بهالمحكمة اليوم اللي كان كتير حلوة المرافعة أو المقدمة اللي عملها وكيل الدولة جنوب إفريقيا يعني عن جد يعني شابوبا تحنى القبعة بس لفتلي نظري شو صرح نتنياهو معلاش لازم نجيب سيرتها هيده بيقول نتنياهو حول دعوة محكمة العدل اللي مقدمة من جنوب إفريقيا لقد رأينا اليوم مرة أخرى عالما مقلوبا ونفاق جنوب إفريقيا صارق ذكر رئيس الحكومة العدو الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل تحارب الإبادة الجماعية وذلك في أول تعقيب يصدر عنه بعد أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لهاي للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وأضاف نتنياهو أن نفاق جنوب أفريقيا صارخ وقال لقد رأينا اليوم مرة أخرى عالما مقلوبا فإسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية إسرائيل بتحارب الإبادة الجماعية ما بعض البقائية منطقة بيحكي وأضاف إن إسرائيل تحارب قتلة ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية وذبحوا واغتصبوا وأحرقوا وقطعوا أوصال وقتلوا الأطفال ونساء والشيوخ والشبان والشباق على حد قوله ما بعرف إذا هو معتبر جيش إسرائيلي هني هول يعني معتبرهم حماس أو معتبرهم كتاب القصام لأنه مين عمل هاك لأن الفلسطينية يعملوا هاك بالإسرائيلية من سنة الألف من قبل الـ 48 وقته بلشت عصابات الهاجانة تعمل المجازر بحق الفلسطينيين بأرض كنعان بأرض فلسطين مين ما من قبل الـ 48 لوصلوا على الـ 48 لوصلت الإبادات المستمرة وانتهاك حول الإنسان للشعب الفلسطيني بفلسطين والشعوب التانية يعني كمان لبنان عنينا من الجرائم ضد الإنسانية يلي ارتكبتها إسرائيل وتابع منظمة إرهابية ارتكبت أفزع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحركة أول شي منظمة إرهابية اللي قصدوا حماس مين الاخترع هني والأمريكان ليه اخترعوا ولا حماس مثل ما اخترعوا القاعدة وليه اخترعوا قاعدة مثل ما اخترعوا داعش والنصرة هلأ جايين بالحديث لأنه ذكر هيدا الشي بسوريا وبالعراق رح نوصل على ذكره لأنه لازم ينرد عليه وعلما أنه الوزير بسيل مبارح حكى أنه إسرائيل تستعمل الحقد والكره الطورات لتطبقوا بحزفيروا على الواقع الحالي هلأ مش هيك أنا لما اجي اطلع احكي عن الطورات بحكي لأنه نتنياهو عم بجير القرارات الالهية اللي هو بيعتبرها الالهية على الواقع السياسي والعسكري والأمن هلأ بالوقت الحالي وبيطلع بيعمل مؤتمرات صحفية بهيدا الموضوع بس البعض الأشخاص بيقود على خطرهم كيف منحكي عن هيدا الموضوع على كل حال وتابع منظمة إرهابية ارتكبت أفضع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحركة مع أنه برجع بكرر هن اللي أسسوا حماس لحتى توقف بوجه ياسر عرفات من بعد ما هو أمز فوق ديناين الأفة يلي كان هو ملزم فيها باتفاقية أصله ولما رجع وقع الاتفاقية بواشنطن فهن خلقوا حماس لحتى يعمل توازن مع ياسر عرفات ويضغطوا عليه قبل ما يموتو بشرب الماء تابعهم اللي كانوا عم مرؤولوية على مركز السلطة الفلسطينية وبيقول والآن هناك من يدافع عنها باسم المحركة أي وقاحة هذه لكن مين عم يحكي بالوقاحة عالم مقلوب صار هلأ العالم مقلوب وذكر أن الجيش الإسرائيلي الذي يفعل كل شيء لتجنب إذاء غير المتورطين قال اللي يتجنب إذاء غير المواطنين المتورطين شوفوا لي كم مدني وكم طفل سبعين بالمئة من الشهداء اللي سقطوا بكطاع غزة هن أطفال ونساء وشيوخ صاروا أربع وعشرين ألف شهيد ما في حدا منهم بحماس يمكن فيه بكتاب القسام يمكن فيه شي متين شخص اطلق بينما الأربع وعشرين ألف إلا شوي إلا الميتين شخص هن أطفال ونساء وشيوخ فكيف يعني ما بعرف كل الشعب الفلسطيني متورط كل المدني متورطين بنظر بن يمين نتنياهو هو الذي يتهمهم وممثلوا الوحوش بالإبادة الجماعية وأضاف أن نفاق جنوب أفريقيا صارخ حتى السماء وتابع انتبهوا هون للتعبير اللي قالوا وتابع أين كانت جنوب أفريقيا عندما قتل الملايين من الناس ونزحوا من ديارهم في سوريا واليمن والعراق ومن قبل من من شركاء حماس عالم مقلوب هون لما بدوا يكذب نتنياهو مش عم يقدر يعرف يكذب لأنه حقده التوراة عم يتغلب على فكره السياسي الأين كانت جنوب أفريقيا عندما قتل الملايين من الناس ونزحوا من ديارهم في سوريا واليمن والعراق ومن قبل من أول شي حماس يا غبي كانت بصف داعش والنصرة ضد النظام السوري وكانت بصف داعش والنصرة ضد النظام العراقي وحماس كانت عم تدعم السعودية مثل ما أنت كنت عم تدعم السعودية بضرب اليمن وأطفال وشيوخ ونساء اليمن لأكتر من سبع سنين هادي أول ناحية تاني ناحية داعش والنصرة يا غبي ويا حقود ويا كذوب كنتوا أنتوا داعمينها لأنه هي بنات بني صهيون يعني داعش والنصرة مثل ما قال ومثل حماس سابقا ومثل القاعدة مين اللي اخترعهم مين اخترع الحركات التشددية والأصولية والتكفرية بالديانة الإسلامية غير بني صهيون من 1400 سنة إلى هلأ يلي هني كتبولن أنه الأرض مسطحة لحتى يضلوا لاهيين العرب بهذه الأمور ولحتى يضلوا يشوفوا إذا تزقيف حلال ولا لأ ما أنت يا نتنياهو مين كان عبيعالج جرحة داعش والنصرة بمستشفيات رنبام ومستشفيات نهرية وحيفة ويافة وتل قبيب مش أنت فتحت حدودك بالكيان المغتصب لجرحة داعش لحتى يطلقوا العلاج بقلب فلسطين المحتلة مين يلي اخترعوا لأمر البغدادي مش هو كمان إليوت اسمه اللي هو يهودي ودرب على أيدين الموساد لحتى لوقت كانوا أمريكان بالعراق وبسجن أبو غراب لحتى يطلعوا نواة بدل القاعدة وبس نهيوا دور القاعدة أتلوا لأسامة بن لادن مين 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 كان واقف مع داعش والنصرة بسوريا والعراق ومين كان واقف مع الاعتداء الصارخ والتحالف العربي والإسلامي على اليمن مش انتو مين اللي سكت عن هذه المجازر على كل حال قال من شركاء حماس انتو شركاء حماس كنتو وحماس كانت ضد الأنظمة يلي فاتت عليها بنتكن داعش والنصرة للأسف هذه هي اللي بيحاولوا على طول يعتموا على الحقيقة والإعلام الغربي كان دايما على طول يعتم على هذه الحقيقة وحاملين المحرقة بغض النظر نحن منستنكر كل أنواع المحارق وكل أنواع العزبات للناس لأنه نحن تربينا على مبادئ علمنا إياها الرب يسوع أنه يعني نبارك لعينينا ونحب أعداءنا بس إذا منحب أعداءنا مش معناتها منعمل أصحاب نحن وياهم لا مش معناتها منقعد على نفس الطاولة نحن وياهم لأنه كمان بحسب الإيمان أنه كل من أنكر الرب يسوع يسوع المسيح لا يعترف بالله فكيف يعني الواحد يمكن منباركهم منحبهم ولكن ما منحط إيدنا بإيدهم على هيدا الأساس يعني على طول بيحطوا بالإعلام الغربي وهن الإسرائيلية بيحاولوا قدمة فيهم يخلوا الإنسان يضلوا على موضوع ابتزاز العقل تبعوا بموضوع المحرقة الله يسطر ما تكون هيدا المحرقة معمولة خدمة لما وصلت إليه الأمور لا حتى إجوا وحطوهم على أرض فلسطين وأسسوا الكيناة الإسرائيلية على أرض فلسطين المحتلة وللأسف هون معلاش كل العرب والدول الإسلامية والعربية يلي يلي ما بتسوى غبرة بنعل رئيس جنوب إفريقيا يلي هي أخذت على عتقه وأخذ على عتقه الوحيد أنه يقدم هذه الدعوة ضد الجرائم ضد الإنسانية اللي عبترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بغزة وبحق كل العالم بحق كل جيرانه ولكن الأنظمة هيدا الإسلامية والعربية هي نتاج الفكر الصهيوني ليه هون مش لأنه كل واحد مش عجبنا منقول عنه عميل لا هون لأنه في واقع تاريخي عم بيتناسبوا كلهم سوى ألا وهو الاتفاقية اللي انعقدت بين الدكتور حييم وايزمن ممثل المؤتمر الصهيوني العالم الأول وبين فيصل بن عبد العزيز يلي عمله اتفاقية وايزمن فيصل على أساس تم إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين والكيان السعودي يعني آل سعود على أرض الشبه الجزيرة العربية وعن بيضلوا مظللين بشمسيته لهيدا الاتفاق مشان هاك منلاقي ما في تحرك للأنظمة الإسلامية ولا العربية ورح يبقوا هاك العرب لحين خروجهم من التطرف والتعصب والتقوقع الدينة يلي حطوهم فيه للأسف هيدا الواقع اللي عم نعيشه بهيدا العصر ولكن الشعب الغربي عم جد عم يوعى شعوب الغربية من وراء مواقع التواصل الاجتماعي وصلت لأ الحقيقة وشفنا من يومين كيف كان جو بايدن عم يعمل خطاب بالكنيسة بنيورك وإذ بقطعوه كل المصلين وبقلوله فري بالسطين وما بتستحي من حالك عم تدعم دولة إرهابية اسمه إسرائيل دولة ما بتمرق من حدها لحقوق الإنسان دولة متغطرسة دولة ناكر كل شي لأنه عندها مين يدعمها بمجلس الأمن الدولي تتركها أمريكا نهار واحد شوفوا كيف بيزول هيدا الكيان لأنه كيان مركب لأنه كيان مصطنع فعهيدا الأساس نحن لما نكون محقوق الناس بفلسطين نكون محقوق فيما يتعلق بهذا الموضوع بس نتنياهو حماس هي صنيعة بكون وهلأ ألا بتعليكن متل ما كل مرة بيعملوا الأمريكيان مخطط لا يحتلوا شي دولي أو هيدا بيعملوا عنوين برقة عنوين يا لطيف شوي بالمضمون بتلاقي وصلوا لحيط مزدود وبيقلبوا عليهم يلي كانوا هني اخترعون يلي كانوا عملاءهم هون بتمنى على سياسيين داخل بلبنان ياخدوا عبرة من هيد العبر ياخدوا عبرة بس من اللي كانت تخترعون أمريكا وإسرائيل وكيف بتكب إسرائيل و أمريكا الحبلة فيهم بنص البير وبتشرشطهم وبتشرحطهم على الطرقات وبيصيروا بمذبلة التاريخ إذا ما تم إعدامهم لاحقا من قبل شعوبهم التعزوا وحاج بيكفي مكابرة بقى أما بالعودة للوزير جبران بسيل الكلام اللي قالوا كلام كبير كتير وكلام كله محق إلى أن يثبت العكس وهون كل ما يطلع هالرجل الدولي اللي اسمه جبران بسيل اللي يحكي بتلاقيون بهوشوا وبيبلشوا قبل ما يطلع يحكي ببلشوا بالعواء وصرير الأسنان ليش؟ لأنه جبران بسيل هو الوحيد يلي منه من غميس بالقرارات الخارجية وما عنده غطة خارجية أو ما عنده أوامر خارجية يأتمر فيها لحتى ينفزها بلبناء لهالسبب مغضوب عليه لهالسبب مش لأنه لا مسيحي ولا لأنه في نيقى ولا لأنه كان عاني ولا لأنه قريب للامبراطور باسيليوس يلي كان من البترون ولا لأنه البترون صارت يعني خذوا أنتوا بس هيكي روحوا على البترون بتعرفوا من هو جبران بسيل شوفوا البترون هي المثل الصارخ لحاله البترون ممكن لبناء كله سوى يصير بترون لو أنه تركوا جبران بسيل يشتغل ولو أنه تركوا طيار الوطن الحري يشتغل ولكن نعم كلهم مأجورين وكلهم عملة للأسف كنا نتضحك على الجهات السياسية اللي بس ما يعجبها حكي شخصية سياسية يتهموها بالعمال لا طلع معهم حق طلع معهم حق بكل شي فتخيلوا تركوا جبران بسيل يشتغل كان لبناء صار كله بترون وكان أهم دولة سياحية بالعالم مش بس بالمنطقة شوفوا المشاريع بالبترون شوفوا كيف تحولت بالبترون نواب البترون من بترس حرب يلي قعد خمسين سنة ناية بالبترون شو عمل للبترون وخضاء البترون لمدينة البترون لتالنورين شو عمل ما هيدا مثل على مستوى مزغر طيب لما الواحد يشتغل بيغلط وجل ما لا يخطئ وكل واحد يعني اللي ما بيغلط هو اللي ما بيعمل شي اللي ما بيعمل شي ما بيغلط أكيد ما رح يغلط ولكن اللي بيشتغل واللي بيحاول هو ايه بيتعرض للأغلاط ولكن مش لخطايا لهالسبب لما طلع حكا بموضوع الدولة بموضوع النظام بموضوع مقاربة قصص التمديد وغيره طيب طيب هيدا الكلام الدستوري والكلام القانوني اللي بيحكيه على أي أساس هن بينتقدوه لا بتعارفوا ليه لأنه بيذكرهم بيوسختهم وبدناوتهم وبدناوتهم وبيحقرطهم وبيحقدهم وبنكدهم بشان هيك بيهجموا عليه بيذكرهم أنه جبران بسيل هو مثال رجل الدولة الذي لا يقتمر بالخارج لأنه هن بيقتمروا بالخارج بيذكرهم أنه هذا الشخص عم بيقدم مشاريع عوانين باسم تكتل لبنان القوي لحتى يرجع مصريات المودعين لحتى يعمل نظام بالدولة أقل له عليه القدر والقيمة لحتى الإنسان يقدر يعيش بحرية وباحترام بهيد الدولة لحتى يحس حاله أنه متمتع بحقوقه تاب بينتقدوه بيهجموا عليه لأنه هو المثل الصارخ عن الشخصية التي تريد بناء دولة وخلوا لبنان يرجع على الخريطة يلي كانت بالستينات والخمسينات مع تحسين كتير كبير كمان مش لأنه لأنه نحن ما بنقبل نرجع للخمسينات والستينات لأنه كان بالظاهر لبنان يعني صار صار شبه دولة وصار عنده قيمة بالمجتمع خاصة أنه معلاش كانت العملة اللبنانية هي رابع عملة بالقوة بالقوة الشرائية تبعيتها كانت رابع عملة بالعالم بالستينات وبالسبعينات وما تنسوا سنة 471 كان لبنان سموه بأوروبا وبكل دول العالم لبارديدو موني يعني جنة المال أكتر من هاك سنة 72 لبنان طلع من مصافة الدول النابية إلى مصافة الدول المتطورة يعني أنه بسموها دول نامية لأنه بيستحوي سموها غير شي دول نامية هن بالنسبة لقلهم يعني دول العالم العاشر مش بس التالت وما بعرف مين صنفها هالتصنيفات هايدي على كل حال الأوي على طول هو بيصنف وعلى طول هو بيكتب التاريخ طيب جبران بده يرجع العملة اللبنانية لحتى تصير القوة يعني بقوتها الشرائية الرابعة بالعالم بدك تشتري يلا شي من محلة ياب بتروح بتدفع ليرة لبنانية بيقبلوها منك تصوروا اللبنان كان هايك من بعد ما يمسخروا كان باسبور اللبناني تاسع باسبور بالعالم تاسع باسبور بالعالم هلأ مش مصنف بين المية و92 دولة مش مصنف باسبور اللبناني يعني منيح اللي التركية والإردن عطينا عطينا فريب باسج على عندهم من دون فيزا وقال لبنان خلص اللبناني ما بقدر يطل على مطرح بد يضل يشحد على بواب السفرات لحتى يقض فيز بدهم لبنان على صورتهم مثال يلي فرجونا إياها بحقارت أو بوساخت اعتبار من سنة 1992 انتقام عم ينتقموا بدهم يوصلوا على الحكم لا يسرق ولا ينهبوا لحتى يخلوا الناس تصير مثل صورتهم ومثالهم الطيار الوطني الحر الوحيد يلي هو بشعبيته بقاعدته الوحيدين اللي ما بيشبهون كل هيد الحملات على جبران بيصير اللي حتى يجيبوه لميلتهم وما رح يجي لميلتهم تعلموا فهموا بقى مشيل عون صارلهم 88 شو ما عملتوا ما قدرتوا جبتوا بالعكس هو اللي حاول يطيركم ولو ما السند الأمريكاني والإسرائيلي والسعودي والسوري والإيراني والتتري والمصري والتركي انتوا ما بتضاينوا أكتر من 5 دقايق بس للأسف نحن عم نجيبه منظومة مش بس داخلية منظومة داخلية ما هي إلا غبرة بتياب المنظومة الخارجية اللي عم نقتلها وعم ن أو وقت يرغبتها الحر عم بيقتل عنكم كلكم سوا وعم بيتعرض لكل هيد المظالم طيب في أفضل من رجل دولي بيطلع بيقلك حتى بالرغم من خلافه السياسة فيما يتعلق بالسياسة الداخلية مع المقاومة يلي مش عم تمشي هي وطيار وطن حر على فرض موجة فيما يتعلق بالفساد لأنه صراحة المقاومة مش ما بيهم الموضوع الداخلي لا مثل ما قال الوزير جبران بسهيل مش ما بيهم لأنه وجودها كمقاومة بيحتم عليها تنعزل عن الداخل وما تضطرق وما تدخل بالمواضيع الفساد الداخلية لأنه إذا انغمست بهذه المواضيع بداندلوها أو هيك هن مفكرين طيب بالرغم من هذا الخلاف السياسي اللي هو جوارد اللي هو بيتعلق بالبند أربعة من وسيئة التفاهم يلي ما طبقوه وهيدي الأمور علنية يعني مش سر طيب بالرغم من هيدا شي بيوقف مع المقاومة في موضوع شرف لبنان وعزة لبنان وعدم التعدي على لبنان مقابلة كان مع العدو الإرهابية ولا مع العدو الإسرائيلي اللي هو إرهابية كمان هون مواقف رجال الدولي بتبين إذا هيدا دهب خام ولا هيدا نحاس مطلي بيطلع بيقول الأمور مثل ما هي بيطلع بيقول أنا بختلف معكم بالأمور السياسية ولكن بالأمور العدو الإسرائيلي لا نحنا معكم وهيدا واجب وطني هيدا الفرق بينه بين الكل بينما ملاقي نبيه بره والجنبلات سمير جعجع السيمان فرنجية نجيب مئاتي كلهم بيستغلوا ونجيب مئاتي يلي عطل مطل بالبيانة اللي عمله من 3-4 أيام بيقول يجب العودة إلى شو يجب العودة إلى اتفاقية الهدنة وإلى ما قبل 1967 لك هو لو قاري اتفاقية الهدنة بس هو ما بيقرأ ما أنه قاري بالكتب السميكي إذا بيقرأ بنود اتفاقية الهدنة تبعيد 1949 أو ما قبل 1967 لك محددين على لبنان ممنوع الجيش اللبناني يتواجد على الحدود مع فلسطين المحتلة وإذا تواجد أربع قلوية منه بدي يكونوا بسلاح فردة مش بدببات ولا بسلاح تيل حتى التواجد المدني اللبناني على الحدود بدي يكون بعيد 2-3 كيلومتر قرأة لأ اتفاقية الهدنة اتفاقية إزلال هيدا وبعدين 1700 يجب أتطبيقه من كبل إسرائيل الكعار على حيال لبناني ما بيحكي مثل ما بيحكي جبران بسيل وهون ما علانش في أشخاص أنه محترموا أنه كل شي يقولوا لي أنه هيدا تبييد لتبييد تناجر لا يخي مش تبييد يعني إذا واحد يحكي مع الحق وضوع عليه والحق عم بيحكي جبران بسيل بيكون عم بيحكي تناجر معه لماذا جايبه لنطحني جبران بسيل أو سملة مع العقوبات عليه وعلى الطيار حر منفجه غميء يعني شو رح ينفعني أنا شخصيا شو رح ينفعني الطيار رأيجي بيّد وج أو بيّد تناجر مع الوزير جبران بسيل مثلا شو بينفعني لأوين بيوصلني لأنه الحق لازم يوقف مع الحق الواحد بس يكون ضد الحق جبران بسيل نحن نقف ضده وما حدا فتحت امه ليه لأنه ما بدوا يتورطوا بالسياسة الداخلية يلا منمشي منسمي مئة ومنسمي فلان ومنعمل فلان ومنعمل هاي ومنعمل ايه بس لحتى ما نتورط بالشأن الداخلي ومسلمين أمورنا لنبي بره يلي هو مسلم أمره للأمريكان مليح لما حدا بيقدر يأثر على المقاومة في موضوع المقاومة ضد العدو الإسرائيلي فشفته الوزير جبران بسيل بالرغم من هيدا الخلاف السياسي المستجد بالرغم من انه خلاف جوهري وعقائد فيما يتعلق بنظام الدولة مش عقائد ديني عقائد فيما يتعلق بنظام الدولة بتلاقيه لا بيوقف مع المقاومة وبيمنع يلا حدا من الداخل اللبناني انه يتنمرد عليها وبيدعي للحوار ول الاندماج وللوحدة الوطنية في مقابل نصرة المقاومة في صراعة مع العدو الإسرائيلي لأن حقوقنا مهدورة بعدها وبيطلع بيحكي بأساس المشكلة لما قال مثلا انه ايه شوف رقاني معهم ما بدون ينتخبوا رئيسه موري وصراحة مبين انه ما بدون رئيسه موري ليه لأنه والله عم بيعملوا عم بيمرقوا كل الأمور خلافا للدستور من دون رئيس جمهورية لشو بدون رئيس جمهورية منهم مستعجلين بس هون كمان يمكن عم نعطيهم يمكن هون الوزير الجمهوران بيسير عطاهم باس شوي يعني مش بيمطرحوا لهيوضي المنظومة لأنه مش هن اللي بيقرروا بانتخاب رئيس الجمهورية بس هن هن مبسوطين بالوضع ايه هن مبسوطين انه ما في رئيس جمهورية لانه ما نرقوا كل شي بس لأنه القرار الخيرجي ما اجه عليهم لحتى يبسموا طيب حدب اذا واحد بدي يفند كلام الوزير جبران بسيل فيه يعتبر الواحد انه منه رجل دولة ما بيقدر ما بيقدر بتعرفوا ليه مش لأنه هو شاطر بالحكة بتعرفوا ليش نحنا منوقف ضد اللي بيجي بيتهجم وبيقول هيدا الكلام لأنه اللي بيتهجم علي ولا مرة شفناه نعملوا شي هن باللي بيزعمو على جبران بسيل راح وقدمو شي دعوان كان بالقضاء الدولي أو بالقضاء الأوروبي أو حتى بالقضاء اللبناني منلاقي جبران بسيل هو عم بيدعي على كل مين عم يطول عليه هو عم بيدعي على كل مين عم يختلق ملفات على وزراءه اللي تعاقبوا على الوزراء اعتبارا من سنة 2010 شفتولنا شي مرجعية سياسية يا عم اذا هالقد بتكرهوه ما نحن عم نسهلكون اذا بتكرهوه هالقد واذا حق دين علي هالقد واذا مش طيقين هالقد ما الواحد بيمطر لحتى يلقى تعليم ملف لحتى يمشر على سنوبر بيروت لانه ما بتعمله هاي بتعرف لانه بس هن كذب وإشاعة مشان هاك نحنا يعني انا شخصيا مشان هاك بدافع عنه مع انه ما بدو يندافع عنه بس بدافع عن الحق يلي بيجسده جبران بسيل ويلي بيجسده مشال عون لانه كل الكذب اللي بيعاملو عليه ما شفنا ولا مرة عامله حركة رسمية بحقه للزلمة ليه حدا سأل ليه معقول هالقد زكي جبران بسيله الخارق وبيعمل عجائب يعني لحتى ما يبين ولا ملف هو مرتكبه في حلان يا أما هو عن جد عجائبي وفيه روح اللي هي لحتى عم يخفي كل أمور اللي عم يعمل ها يا أما ملقه مرتكب وبالحال تان يلي عم بقول عنه مرتكب ولا شفنا ولا مرة وقدم أصوص ورق على محكمة مالية أو نيابة عم مالية أو علشي دعوة بحقه ممكن بالداخل اللبناني أو الخارج اللبناني فله السبب تشوف الأبواء عم تصدح والعواء عم بيقوى لأنه عارفين وبيجسد الحق ولازم يقهروا هذا الحق بس فشروا ولا مرة الحق الباطل انتصر على الحق الباطل له جولات ضد الحق ولكن ما بيربح معركة نهائية الحق ليه بيرجع بيربح وبيرجع بكرر خلي الشعب اللبناني يفهم اللي ما بده يفهم وخي لو عليه ملفات هيدا الزلمة ليش ما حدا أقدم عليه تب ليه ولا دولي بالعالم اكتشفت ليه الأماركيني اللي عملوا عليه عقوبات ما نشروا شو هي ليش لحط فرضوا عليه العقوبات وينية مبالغ وينو الفساد اللي مرتكبوا جبران بسيل ما كمان الأماركين لو منا سياسية هذه الخبرية لأنه ما بيخضع لقراراتهم لأنه كذا مرة إشت السفيرة الأمريكية اجتمعت فيه تقل له بنعمل عليك عقوبات إذا ما نفذ يلي نحنا منقوله رفض طيب الأماركين لحد يتهلق حدا سأل من الشعب اللبناني ليش ما فرجونا وين ما كامن الفساد عن جبران بسيل ما في لأنه ما في ورقة فاضية قرار سياسي طيب أنت يا شعب اللبناني لحد يت هلأ كل الاتهامات البواخر الطيارات الصفاءات الأموال 40 مليار دولار تقيد الكهرباء بلوك يا خي ليه ما تدعيتوا عليها جبران بسيل ليه أنا أنا بتمنى أنه شيجهة تجي تجيب هالملف تكونوا وتاخدوا على المحكمة جنائية على نياب العام المالية يلي هي تحت أمر تنبيه بره ويلي بيكرهه أكتر شي لجبران بسيل لأنه ما بيمشي مثل هو بده أو لأنه ما بيمشي مثل ما بده للأمريكان لما قدمته بحقه هون أدابتك تظلك غبة يلي بيتغابة يعني من الشعب اللبناني أدابة تظلك نقرب أداب شونا شونا احنا مندافع عنه جبران بسيل والله لأنه عوني أو رئيس روطن حر عنده خطائق كل واحد يعمل بالسياسة يغلق ولكن لديه خطايا لماذا لا ترى أنه تبلاحق للقصة يليحق يليحق يجب يهجم لك و كذب والخي يكشف و يكشف و يكشف الأموال العامة يكشف روحوا اضعوا عليه بس هن لا بدوا يضلوا بهيدي السياسة لأنه اللبناني تعود على الإشاعة وبيتفاعل معها للأسف وكان الجهرال يقول يعلمنا على طول ما تتفاعلوا مع الإشاعة لأنه بتصيروا أبناء الشائعات اللي بيتفاعل مع الشائعة أو النميمة هو ذاته متل اللي ياللي بينقله وللأسف الإعلام بلبنان غسل أدمغة الشباب اللبناني من الجنراتيون الجديدة كمان جيل جديد لأنه المسموع أكثر شيء المتل وشوفوا ملا متل يعني مين رئيس مجلس إدارة المتل شوفوا مين عبيبخ السموم إن كان بمطبخ المتل ولا مطبخ الميو تيفي ولا حيالله مطبخ إعلامي ما شوفون ميلينة شوفوا تحسين خياط منوة شوفوا مشيل مور منوة لك ما شوفوا سيرتهم هولي هن القدوة لحتى يهجموا على جبران باسيل طيب جبران باسيل ما عليها ولا ملف وإذا عليهم ملفات تتفضلوا قدموا بحقه هون الشعب هون الدورات والحلقات التسقفية والوعي السياسي لحتى نوصلوا للمواطن اللبناني لحتى يطلع من غباءه ومن غشاوة دماغه بيكفي مكابرة بقى بيكفي مكابرة واعترفوا بالحقيقة ما نكون مشلشين رفيق الحريري كله وعظمته ليك شو صار فيه ما انك مشلش يا نبيه بره ما انك مشلش يا وليد جملات ما انك مشلش يا سامير جعجع ما انك مشلش يا نجيب مئاتي يلي كلكم ملفاتكم مربوطة بره وبتجي وزيرت الخارجية بتدقلك تليفوني يعني اجيب مئاتي بتقلك ليك نجيب ملفاتك كبيرة بأوروبا هايدي ما بتمرق بجلسة مجلس وزراء عالسريع بيبصن ليك يا نبيه بدأقولوا من واشنطن ما كتير ما كتير تعطيهم وجه مرق هايدي الشغل بمجلس نواب او ما تمرق هايدي الشغل بمجلس نواب وإلا سيف العقوبات مصلط عليك مثل ما نبهوه علي حسن خليل وقت ترقوها وبيت هاي داكي على قليل اذا ترقوها وبيت معروفة يعني معروفة حساباته المالية ومعروفة الطيارات الخاصة ومعروفة وين العقارات ومعروفة من قصر ومعروفة معروفة معروفة هايدي هي قصتهم هلقات بكل بساطة لك مشان هايك نحنا معه لا 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 فخامة الجبل مشان هايك نحنا منيجي بهذا الخط الذي يجسده جبران باسيل لأنه أعداءه واللي بيكرهوه واللي بينتقدوه واللي بيهجمو عليه ما عندهم أسقوصة ورق أعليه حتى يقدموه ملف وطالما ما عندهم طالما رح نضل مع جبران باسيل أو ما يجسد جبران باسيل لأنه شخصه يمكن هو شخص ما بعرف كيف طريقته لأنه مني أصدقاء أنا وياه بالمعنى الصداقة اليومية ما بعرف كيف طبع شخصيته يعني بس طالما ما عبتمسكوا ملف يعني كل اللي باع بيع إن كان عوني وبطل عوني وإن كان من الأخصان كل هالبعب عها والجعجع هايدي ولا واحد شفناه قدم ملف بحقه لجبران باسيل فإذن يعني خلص عن جد استحوا وما بقى تحكوا ولكن قرفنا قرفنا ولكن عملوا شي بلوفو لجبران باسيل عملوا أحسن منه بمليون مرة حطمو له صورته بهذه الطريقة إذا قادرين بس مش قادرين لأنه مش لقطين شي عليه مش لأنه عجائبي برجع بقول جبران لأنه ما نوعام شي فهيدا السبب الوحيد اللي لازم كل واحد يصمت ويستحي على حاله اللي عنده ملف بحقه ويقدمه فيه هالقد بيوصل الحكي فبيكفي مكابرة ولقامتوا بجدلكم بكابروا ما بالآخر مثل ما قلت لكم ما في شجرة طلعت لعند ربنا إلا ما أشطي وما في شخص إنسان إلا ما راح مترين بمتر بقبر مظلم متكلس حطانه مساقة ما أخد شي معه التيابه بيكلهم اللي عدت هو بالقبر ما بياخد شي أبدا الإنسان بيروح مجرد من كل شي فحاجة كابروا مثل الآخر فيديو منقلوا نحنا معك لآخر نفس منشوفكم بكرة ساعة 9 ونص بتوقيت الجبل مجددا تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر